ابتسامة البصرة عنوان المبادرة الإنسانية المجانية التي تكفلت بها الجمعية العراقية للبحث والدراسات الطبية بالتنسيق مع نقابة الأطباء في البصرة لتقويم شق الشفة والحنك الولادي لمرضة العوائل المتعففة انبثقت هذه المبادرة من خلال أطباء الجمعية العراقية للبحث والدراسات الطبية بالتعاون مع نقابة أطباء البصرة بالتعاون مع إدارة المستشفى الشعدي ضمن جهد تعاضدي طوعي مجاني مبادرة ابتسامة البصرة هي مبادرة إجراء عمليات للأطفال ذو التشروعات الخلقية والولادية هذه المبادرة جاءت لمشاعدة هؤلاء الأطفال بسبب تأخر إجراء عمليات ونتيجة جائحة كورونا الحقيقة التنسيق بدأ قبل تقريبا شهرين على هذه الفعالية لأنه تعرف أنه هكا عدد كبير يحتاج لوقت وإجراء فحوصات قبل العملية يحتاجون تقريبا مرتين حتى يكملون هذا العدد قبل وقت العملية واليوم بدنا تقريبا العمليات ساعة 5 للفجر ووفرنا تقريبا سبع صالات عمليات المبادرة التي شملت حوالي 50 مريضا أجريت لهم العمليات في صالات أحدى المستشفيات الأهلية على يد كادر طبي متخصص نالت استحسان الأهالي الذين أشادوا بالدور الإنساني للأطباء بمدهم يد العون والتخفيف من معاناة هذه الشريحة ننتقينا اليوم مجموعة من العوائل متعففة لأطفالهم يعانون من هذه التشوهات وأجرينا لهم هذه العمليات أجرينا عدة عمليات اليوم الحمد لله تكللت بالنجاح إن شاء الله الغاية من هذه المبادرة هو التخفيف عن كاهل العوائل الفقيرة أنا حالتي حالة ولادية من الطفولة فكل رس مطراتي جيت أسوي العملية بس يعني تطلب عليه مبالغ قوي فما أقدر أسويها فقبل تقريباً شهر رسلوني قللوا لي أكون مبادرة فجزوا لي تمونا الرابط معهم ورسلتهم جاوبوا ولاي كس الأطباء كلهم إنسانية وكلهم مبادرة قلت لك كلش حلوة ولطيفة العوائل المتعففة وأنا قبل راجعت بي كان عمره ست شهر طلبوا علي مليونين ونص أكابروا جراحي مدينة البصرة توزعوا في سبع صالات ضمن معسكر جراحي غير مسبوق لانبثاق بادرة طوعية من نمط جديد تمهدوا لمبادرات إنسانية مجانية لحالات طبية أخرى لقناة زاكروس الفضائي ستار المنصوري البصرة ترجمة نانسي قنقر